الممكن اشرح ليه اهلا بكم وتوقعات اسعار الفايدة في الفترة المقبلة حتى اجتماع البنك المركزي القادم والمقادر اللي ان شاء الله يوم 2 نوفمبر 20-23 اجتماع البنك المركزي ده جماعة اللي هيكون ان شاء الله زي ما قلنا يوم 2 نوفمبر 20-23 ده حيتحدد برضو على اساسه موضوع سعر الفايدة وهل البنك المركزي حيرفع الفايدة ولا حيسبتها ولا حيخفضها وحيعقب دوة اصدار نوع جديد من الشهادات ولا ايه اللي حيتم ايه اللي هيحصل احنا لغاية دلوقتي شهادة 19% لسه موجودة وفيه ناس كتير ركنة فلوسها ومنتظر شهادات اعلى واللي برضو خايف ان الشهادات دي تخلص ويبقى خسر الاتنين لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن زي ما بيقولوا وكتير اوه بيجينا اسئلة على الخاص وفي التعليقات ناس كتير بيقولوا طب انا معايا دلوقتي مثلا 100 الف جنيه واللي بيبقى معايا مبلغ اكبر 200-300-400 الف مثلا او اكتر اعمل ايه اشتري شهادات ولا اشتري ازون خزانة ولا اعمل اه ولا اخش في موضوع الدهب ولا ايه بالزبط ان شاء الله انا حنقل لحضرتك الصورة من هنا ومن دلوقتي مش لغاية اجتماع البنك المركزي لا ان شاء الله لغاية نهاية العام الحالي عشرين ثلاثة وعشرين وبرضو في الاول في الاخر حضرتك صاحب القرار لان دي فلوسك وبرضو انت لازم برضو تتطمن وتبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل وان احنا مهما عملنا احنا بنعمل ايه احنا بننقلك رؤية للوضع الاقتصادي ولكن طبعا القرار في النهاية قرار حضرتك اول حاجة لازم حضرتك تعرفها ان احنا حنشوف فترة سبات في اسعار الفايدة طيب ليه سبات في اسعار الفايدة ليه وبجاب على حضرتك اقول لك لان انت عندك هنا مستويات تضخم وصلت الى 35 و37 و38 وممكن كمان تكون دخلت على 40% كل كلام ده طبعا كلام معروف والناس معظمها ما كانش كلها عارفها والبنك المركزي نفسه عارفها والاجهزة بتاعة الدولة هي اللي بتطرح الارقام دي ما بتجيبش حاجة من عندنا طيب حد يسألني طب ليه انت بتتوقع سبات اسعار الفايدة الفترة ديت لان يا جماعة الدولة واضح جدا انها بتحاول تعمل عملية انكماش للاقتصاد يعني ايه انكماش للاقتصاد يعني حضرتك ببساطة كدا الدولة بتحاول تستهدف تقليل اسعار الفايدة طب هل هي هتقلل اسعار الفايدة هل هي بتعمل يعني عملية انكماش للاقتصاد فهل دوت هيؤدي الى استمرار لتثبيت سعر الفايدة هو دلوقتي ما يعرفش يقلل دلوقتي لان فيه هو مرتبط دلوقتي مرتبط دلوقتي بحدث مهم جدا 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 في شهر واحد البنوك الامريكية والبنوك الاوروبية والبنك الفيدرالي الامريكي قال له يا جماعة احنا مش هنقدر نخفض اسعار الفايدة دلوقتي ليه يا جماعة عشان احنا لسه عندنا معضلات تضخم عالية فبره مش هيخفض دلوقتي بره ممكن كمان ما يسبتش ممكن يرفع تاني اسعار الفايدة ايوة زي ما بقول له عدلتك ممكن يرفع تاني اسعار الفايدة ولكن احنا عندنا هنا عشان احنا بنحاول بنحاول نعمل تحكم في النشاط الاقتصادي ان احنا برضو هنا يعني مثلا وقفنا فيز وقال لنا معضلات مش عارف ايه وقال لنا معضلات ساحب وعملنا 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 فده دليل ان احنا مش في اتجاه فتح السوق فتح السوق دوت اللي هو رفع فايدة تعويم عش عارف ايه كده يعني شوية قرارات كده ممكن تتاخد مع بعض مش في مصلحة البلد دلوقتي لانها مش هتفيد حاجة مش هتدخل لنا حصيلة دولارية ولا اي حاجة من الحاجات دي لكن احنا لما بنقول ان الاتجاه هو في تثبيت اسعار الفايدة نفهم ايه من كده نفهم من كده ان الدولة ما تقدرش تخفض لان كده كده هي ممكن تحتاج انها ترفع في شهر يناير طيب ما تقدرش انها ترفع من دلوقتي اسعار الفايدة لانها لو رفعت من دلوقتي اسعار الفايدة وتحتاج تاني ترفع في يناير فالدنيا ممكن في الوقت ده تبهوى منها خالص وتزود على نفسها اعباء وهي اصلا كمان مش هتستفيد منها حاجة لان بره كمان يزود وفي اطار ان احنا بره بره يزوده واحنا هنا نزود وطبعا احنا مش هنقدر ان احنا ننافس بره في جذب اموال لا بره بالنسبة لهم ممكن تبقى الفرص بالنسبة لهم اقوى انت هنا مهما حصل بقى في عندك اهتزاز في الاقتصاد بتاعك فمش هتقدر ومش هتعرف تنافس او في حتة ترفع سعر الفائدة ارفع ونرفع والكلام ده كله فانت هنا من المتوقع كده ان الدولة ستلجأ الى استقرار الوضع وان كان كمان لو لقيت ان في فرصة للتخفيض ممكن تخفض ولكن ده نسبته قليلة جدا 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 ولكن برضو الدولة لن ترفع الفائدة قبل بدء العام القادم وحد برضو هيتطلع يقول ايه اصلي موضوع الانتخابات واصلي مش عارف ايه وده مش معناه ان فيه تعويم للدولار في يناير لان لو فيه لا قدر الله وانا بقول لا قدر الله عشان لو حصل فعلا اللي هو ايه اللي انا اصده اللي هو لو حصل فعلا تعويم في يناير حيبقى بمثابة الم او بوكس او بنية كلنا حناخدها في وشنا وده اللي احنا بنرفضه تماما ونبهنا عليه كذا مرة في اكتر من فيديو على قناتنا ان لا للتعويم كفاية كده وكفاية اصار التعويم المدمرة والمخربة واللي لم تصمر شيء بل انها على العكس ان هي لو كان مقصود بيها مزيد من الاصلاح لا ده كان اللي حصل انها جد مزيد من الخراب مزيد من الضمار مزيد من رفع الاسعار مزيد من زيادة التدخم مزيد من الظهور الاستغلاليين وحاجات تانية كتير جدا 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 كنا في غنى عنها لو احنا تريسنا شوية قبل موضوع التعويمات اللي جدت ورا بعضها ورا بعضها واللي خلت قيمة الجنيه بتاعنا في الحضيط احنا بنرفض التعويم تاني يا جماعة بنرفض التعويم تاني وبنرفض اي حد يشجع عليه وما بنشجعش عليه وبنرفضه فعلا عشان حرام كفاية كده اللي حصل لكن اكتر من كده فعلا يعني هتبقى في مشكلة كبيرة 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 فانا زي ما بنقول الدولة معتجها لتثبيت اسعار الفايدة واحنا كلنا زي ما احنا شايفين او زي ما احنا يعني مراعزين ان هي بتحاول تعمل عملية تحجيم لموضوع الازمة الاقتصادية وتحكم في العناصر الاقتصادية بتاعتها وتحكم في الادوات الاقتصادية الخاصة بيها كل ده يا جماعة بيحط ملينا ان احنا نقول بنسبة تسعين في المية ان البنك المركزي في اجتماعه القادم يوم اتنين نوفمبر القادم عشرين تلاتة وعشرين حيعمل على تثبيت سعر الفايدة وتثبيت اسعار الفايدة ده يا جماعة حينعكس عليه ان الشهادات دي مكملة معانا شوية وخلينا برضو مع بعض يا جماعة احنا يعني كده كده بنجيب لكم الخبر بنحاول حتى نجيبه لكم قبل ما بيع يعني قبل ما اي حد تاني بنقله لأي حتة عدينا مع بعض الغاية اتنين نوفمبر القادم ان شاء الله لو حصل اي تغيير او اي حاجة حالا نصور فيديو ونطلع ونقول لكم عليها لانه ممكن في يوم وليلة الوضع كله ممكن يتغير والتوقعات دي كلها تختلف وده كله بناء على الاحداث اللي ممكن تحصل من هنا لغاية اجتماع البنك المركزي يوم اثنين نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين وبنتمنى كده يا رب بنكون بننقلكم الصورة بشكل مرضي وبشكل يعني مبسط في زل الوضع الاقتصادي الموجود يا رب دايما نخلينا كلنا والخير لبلدنا في نوقات الفيديو بنعتذر برضو عن الاطالة وبنتمنى من حضراتكم اللي لسه ما اشتركش في قناتنا ينورنا ويشرفنا ويشترك في قناتنا وما تنسوش دعمونا باللايك والشير اللايك والشير يا جماعة اللايك والشير يا جماعة بتاخد عليه حضرتك سواب حتقولي ازاي اقولك عشان حياتك ما بتوز لايك كتير بتخلي الحد لو حد عايز يوصل للفيديو من ضغطة اللايك اللي ما بيكلفش حضرتك اي حاجة بتخلي الفيديو حد تاني يكون يعني يعني بسيط ما بيعرفش ان هو يعني ربنا ما كرمزة حياتك بتفهم كده في الانترنت وبتعرف تجيب قنات الشرح لكده وتفرج على الفيديوهات اللي فيها هو يكون ما بيعرفش تفرج على الفيديو يعني ما بيعرفش تجيب الحاجات دي ضغطة اللايك والشير لها حياتك بتضغطها دي بتخليه يعرف بكل سهولة ان يحصل على الفيديو لان اللايك وشير يا جماعة بيخلي الفيديو بيطفو في محركات البحث بفضل ربنا ثم بفضل حضرتك تضغط لايك وشير بتكسب سواب ان حد بيدعي لك ان انت كنت تسبب ان هو يوصله الفيديو بتاعنا وكمان ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس اول اختيار اول كل عشان يصلك كل جديد وفي النهاية اسف مرة اخرى على الاطالة كان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي اشوفكم على خير